جيمي من شواء كان بيقول لي عن مفاتيح لعب سانداونز الهجمية وكيف يتعامل مع النديلات هي ربط بنقطتين النقطة الأولانية من ضمن الحاجات الناس بتركيش عليها قوي أنه سانداونز من ضمن حلوله لما بيحصل على الضغط سواء بيلعب بتلاتة في الخط الخلفي أو بتنم بالخط الخلفي هو ويليمز حارس المربع فخلان نشوفه سانداونز بيطلع إزاي تحت الضغط بالكرة بداية من ويليمز ونشوف الماب بتاع الكسافة بتاعت تمريرات ويليمز في منها بره التمنتاشر راجل بيطلع بره التمنتاشر واشتغل مع المجموعة ونشوف الحالات اللي موجود فيها حارس المرمى هتلاقي أنه من ضمن الحاجات لما يكون عندك الحارس كحل وسانداونز بيلعب تلاتة فانت لما دي الكسافة بتاعت التواجب بتاعت الحارس هتلاقيه هو دي عدد التمريرات اللي بيعملها وأماكن الكسافة بتاعتها يا كريم بص راجل بيطلع لحد بره التمنتاشر فهو بتري يروح لي بقى للحالات بعدية على طول هتلاقي الراجل دايما راس مسلس لتحت موجود عشان يديهم حل يا كريم بص الراجل بيطلع بره وأنا جايب لك دي واحدة من نفس الشكل ونفس طريقة اللعب مع الفارق طبعا بتاعت جوارديولا في السيتي لما بيستخدم إدرسن هو جاب ويليمز في بداية الموسم ورغم أنه ما كان عنده لعب كويس علشان هو بيلعب برجليه كويس قوي علشان لما يبتري يبني يبني من الخط الخلفي هنا يقول لك حاجة ساندونز بيلعب بتلاتة وعندهم حارس مرمى يعني كده كده يطلع بالكورة فانت ما تعملش زيادة على نفسك بانك تطلع تعمل الهاي بريس من فوق لأنه هيطلع بيها حيت حارس المرمى خالص خليه يطلع زي ما يطلع ويبتري يشتغل زي ما يشتغل واعمل الميت بلوك ما تطلعش فوق لأن انت كنت بتخسارها لما بتتعمل في مبارات القاهرة كده كده بقى عليك زيادة واحد واثنين لما بتروح تضغب بالتلاتة بتوعك عندك حارس المرمى دايما حل وبيلعب بريجليه كويس جدا فانت علشان تتلافى ماشي ماشي الحالات هتيجي نفس الحالات بتاع حارس المرمى نفس القصة كريمة الرجل بيشتغل بيطلعهم تحت الضغط هنا في مبارات أورلاندو بايرتس الرجل بيعرف طلعهم تحت الضغط كويس قوي حارس المرمى فانت ما تطلعش تضغط من فوق لأنه هما نادرين لما بيغلطوا من فوق اعمل دايق مساحاتك كويس قوي وبعدها هتي على طول الجون بتاع القطن الكاميروني القطن الكاميروني يا كريم دايق مساحاته كويس قوي في المبارات اللي كانت في جاروة دايق مساحاته كويس قوي سانداونز بيتدرج ما بلعبش طويل وهو بيتدرج بيغلط في وسط الملعب ولما بيغلط النقطة اللي احنا كنت باتكلم فيها وبعدها هو كان بيتكلم فيها نفس الأزمة هاته الفريم اللي بعده نفس الأزمة بتاعة الترانزيشن او العودة لاماكن التمركز وانت بتفقد الكورة في الحالة الهجومية عشان ترجع تدافع هم بطاقة جدا بص الراجل بتاع سانداونز تقطعت منه الكورة في وسط الملعب هات الفريم اللي بعده هتلاقي لعيبت القطنوب سرعة جدا بص لسه الريبوزيشن بتاع سانداونز اللعيب اللي تقطعت منه الكورة في وسط الملعب واقف ما كانوا متحركش فعندهم مشكلة في الترانزيشن من الحالة الهجومية إلى الحالة الدفاعية روح لهم على نقطة ضعفهم روح على نقطة ضعف سانداونز ان هو بطيء جدا في العودة لاماكن الصحيحة في خط الدفاع اقفل مساحتك كويس ما بقلتش تشتغل كاونتر سطول الماتش لكن هم بيتضربوا بديه في مباراة القاهرة اللي انتهت اثنين صفر وسجل طهر محمد طهر وصلاح محسن سانداونز هو اللي كان مساحه زعكورة الاهلي كان بيشتغل كاونترز راح بثلاث كرات تسجل منهم الكورتين ده اللي مفروض مرسل كولر يعملو اقفل ملعبك كويس قوي ده مش معناها لتلعب جيم دفاعي لاني بقول لك شنزل اللي العب لو بلوك اعمل ميد بلوك ديق المساحات ما دخلهمش يستلموا بقى ريحية وحيد له خالص قصة حدث المرمى والبرمى من الخط الخلفي خليه يبني زي ما يبني ولكن شوف كل اللي بنقوله ده لازم كولر يختار وقت من المباراة وقت من المباراة يطلع يضغطهم فوق ربع ساعة يختار ربع ساعة الاولى ويفاجئهم يختار ربع ساعة الاولى في الشوت التالي اللي هي من ضمن نقاط ضعف سانداونز والباسبال اضعف ربع بيلعبه سانداونز هو الربع ساعة الرابع من المباراة نروح بعد كده بقى الحمدي فاتح اخر حاجة اه حمدي فاتح نقطة اللي كنت بتكلم فيها بالصدفة ما تكلم لاش على القصة دي لكن دور حمدي فاتحي وانا مش معنا انه يلعب تالت انا اشبهولك بالدور اللي كان موجود مع الاهلي وبيلعب الترجي زهابا الناس كلها بتكلم ان حمدي يلعب ليبرو الحمدي كانش يلعب ليبرو حمدي كان بينزل قريب قوي من الاتنين السنتر باكس عشان يستلم وانس انه استلم بيروح طالع تاني في وسط الملعب علشان يطلعك سانداونز تحت الضغط بتعمل مشكلة وكتعمل مشكلة كبيرة للاهلي في مرات القاهرة ليه انت عندك اتنين والراجل مركز ستة او الاتنين اللعبة اللي موجودين بيتضغط عليهم ومقفول زوايا التمرير فاما بتطلعهم ازنو وتروح لديانجا على نقطة ضعف وانه يروح بيستلموا وشه للجون او انك تضطر تلعب الطويل طب الحل ايه ان حمدي دايما يبقى نازل ساقط قدام الاتنين على طول ولما كون الكورة على الاهلي يقدر بقى ينزل في وسطهم يقدر يتحرك فانا اشتغل بفكرة السويبر او الاشياش القديم اللي عملها موسماني في القاهرة ده الحل الاول وابلعب الترجي الحل الاول ازاي الاهلي يخرج من تحت الضغط بشكل اكثر انسيابي امام صندوز ممتاز